لمدة سبعة أيام متتالية ستستمر مراكز اللجان الإشرافية الموزعة في محافظات المملكة الأربع بفتح أهوابها أمام كل مواطن يرغب في التأكد بوجود اسمه في كشوف جداول الناخبين لمن يحق لهم التصويت في يوم الاستحقاق الانتخابي المنتظر والذي ستشهد البحرين مجيئه في الرابع والعشرين من نوفمبر القاتم مراكز لجان إشرافية أربع فتحت أبوابها لتبقى مشرعة لمدة أسبوع كامل أمام كل مواطن يريد القدوم إلى مركز محافظته التابع لها ليستثبت وجود اسمه في جداول الناخبين كخطوة أولى تضمن له ممارسته لحقه الدستوري في الانتخاب هذه الفترة هي أهم فترة نتواصل فيها مع الناس وأنا أتمنى أن يصل صوت اللجنة العليا عليهم في أنه هذا الجدول من كل الناخبين نرجو منكم أن تتأكدوا من وجود إدراج اسمكم في الدائرة الصحيحة فيه المسألة بدأت من البارحة يمكن الساعة عقب الساعة 12 بدأ عرض جداول الناخبين فيما فيه إلكترونيا عن طريق vote.ph وأتمنى أن كل ناخب يستطيع أن يصل إلى هذه هدف الجولة هو أن تقوم اللجنة العليا بالإطمئنان على كشوف الناخبين موجودة ومعروضة إلكترونيا وبفعل متاحة وطريقة البحث فيها أسهل بكثير من الطريقة الورقية يستطيع أي شخص أن يتأكد من اسمه يستطيع أن يطلع على الجداول عن طريق مجرد تحريك إصبع يدي على الشاشة أمر جهز له بإتقان غير محدود بقوام جهود حكومية وفرت السبول كافة لتبسيط الإجراءات أكثر مما كانت عليه في السابق حيث عمد إلى استخدام التقنيات الحديثة في عرض جداول الناخبين بالشكل الذي يتماشى مع سياسة مملكة البحرين في التوظيف الأمثل للتقنية الحديثة ليتم تزويد المراكز الأربع الموجودة في محافظة العاصمة ومحافظة المحرق والمحافظة الجنوبية والمحافظة الشمالية بأربع شاشات حاسوب صغيرة وأخرى كبيرة كأجهزة لعرض كشوف الناخبين داخل كل دائرة على حدة من دوائر المحافظة المعنية الأمر الذي جعل من عملية التثبت من أسماء الناخبين أكثر سلاسة وسرعة خاصة مع وجود خاصية البحث إلى جانب وجود كوادر بشرية مؤهلة للتعامل مع أي استفسار مهما كان نوعه العملية جدا مهمة اليوم والقانون نظمها فيما يتعلق على سبيل المثال إذا ما كان الاسم مدرج في جدول الناخبين في نفس الوقت وفي نفس القاعة اللي احنا موجودين فيها حين من الممكن أنه يعترض على عدم وجود اسمه في جدول الناخبين وبالتالي تفصل اللجنة الإشرافية في ذلك الأمر خلال ثلاث أيام من خلال النظام الإلكتروني ممكن تتأكل من إدراج اسمه وجود أو لا وكذلك بإمكانه التظلم من خلال النظام الإلكتروني يوفر عليه الوقت في الحضور عن المقر اللجنة الإشرافية يقدر قدم التظلم في نفس الوقت ينعرض على رئيس اللجنة ويفصل فيه الناخبين يتأكد من اسمه موجود مدرج من ضمن القائمة القانون أعطى الصلاحية أنه خلال ثلاث أيام يعترض على الاسم إذا كان فيه مشكلة سوى في تغيير اسم أو تغيير عنوان أو أي أمور ثاني نص عليها القانون ومن ثم تعرض عليه اللجنة اللجنة بتبت فيها إما بالقبول أو بالرفض سبعة أيام ستكون فيها المراكز الإشرافية على أغبة الاستعداد لتلقي طلبات قيد الأسماء في حال عدم إدراج اسم أحد المواطنين التي تنطبق عليه شروط الناخب فيها وكذلك تلقي طلبات تصحيح بيانات الناخبين وطلبات تغيير عنوانهم عيال شيء قول بطاقة في الآيفون مالهم وقالوا اسمه كثير مدرج يعني اللي قولوا اسم أساميهم واسم الملعيال قالوا اسمي أنا مدرج فقالوا لي هنا في المدرسة هذه مدرسة البنات أنه في تصحيح الأسماء أنا بتأكد من عنواني بالضبط على طريقة إلكترونية على الشاشات يعني عملية سريعة إجراءات ممنهجة ومدروسة سيتم اتباعها حرفيا من قبل لجان المراكز الإشرافية الموزعة في مختلف محافظات المملكة وذلك من شأنه أن يرفع من مستوى نزاهة وشفافية العملية الانتخابية القادمة إن عملية التأكد من وجود اسمك عزيز المواطني في جداول الناخبين لا تأخذ منك سوى دقائق معدودة إمكانات بشرية وخدمات إلكترونية تم توظيفها ليسهل عليك معرفة حقك المطلق بالتصويت في يوم الاستحقاق الانتخابي المنتظر لتلفزيون البحرين محمد رشيدات